بعد أن سجلت بصمتها الفارقة في أروقة المحاكم كما شهد لها أهل المهنة وبعد أن صنفت كأول امرأة في العراق تتولى منصب نقيب المحامين منذ تأسيس النقابة عام 1933 وبعد أن نالت في عام 2023 لقب أفضل نقيب في العراق بين النقابات والاتحادات وكثير من المواقف وثقتها عدسات الكاميرات وجلساتها برفقة محامين وقضات رسمت قصة نقيب المحامين العراقيين أحلام اللامي طريق القدوة التي سار على دربها متدرب المحامى والحقوق في البلاد وفي قصة جديدة لها أثارت ردود فعل عنوانها التقدير لسيدة اتخذت طريق العدالة نهجا لها ولنقابة مهمة في خارطة القضاء العراقي في قصة كانت سببا في أن يجد محام طريقه إلى إيجاد فرصة تعيين في نقابة المحامين بالصدفة كانت في إحدى القروبات ونزلوا المقطع اللي أنت قد تحكي به جدتني مفردة أنت قلتها قلت أنا ما أنطي رشوة حتى أتعين وهي شي نحتاجه نحتاجه شي ثقافة إذن على مبدأ الضمير المهني والأخلاقي الذي أكدت اللامي أنه أساس النجاح في الاستمرار بصناعة محامين يفخر العراق بهم ويجددون عهده في اتخاذ العدل كلمة وفعلا كان الإصرار على انتقاء الأكفأ عنوان منتهجته في مسيرتها كمحامية ونقيب ثوابت رسخت في عقول المقبلين على مهنة إنصاف الحق وكرستها اللامي في كل المحافل لأجل عراق أكثر عدالة لكننا لا نعمل على إرضاء الجميع نحن نعمل على إرضاء ضمائرنا بالدرجة الأولى ونحاول أن نرضي مهنتنا